مع بداية هالأسبوع بدي حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعوا الحل عنا البعتقد كتار كتار انبسطوا مبارح بالجبال انبسطوا بهالمسحات البيضة يرى تقلوبنا هالقد بيضة بعرف كتير ناس راحوا على الجبال اتمتعوا بالتلج في ناس علقت شوية على طريق اكتر ما ساعتين نصبس كانوا بيستحق المشوار لانه بالنتيجة هيدا لبنان واشتقنا للتلج وللبيض بالوقت زيته طبعا فيه اشغال كتير هلأ ولو انه مرحلية عم بتقوم فيها البلديات عم بتقوم فيها وزارة الاشغال فيه جهوزية حتى اذا اجت عاصفي تالتة ما نقع بنفس الاضرار اللي وقعنا فيها من هيك في ورش بلشت في ورش بانتظار تتلزم ولكن بقدر قوله انه كمانا كل مواطن هو مسؤول لانه لما بتتراكم مرات الامور نحنا اكيد منحصد النتيجة بدي بلش دايما مع المعلومة هيئة السير بتذكر المواطنين بالزمية الاستحصال على اللاصقة الالكترونية الافينيات ولصقة بشكل ظاهر على اسفل الزجاج الامامة لجهة اليسار بالنسبة للرسوم السير السنوية لعام 2019 مع الاشارة الى انه كل الجهات المولجة استفاء رسوم السير السنوية صارت ملزمة بتسليم اللاصقة بعد تسديد هالرسوم عملا بالنصوص الانونية لمرعية الاجراء هاللاصقة الصادرة لعام معين هي اثبات اضافي لتسديد الرسوم لها العام على قاعدة بينات هيئة ادارة السير ووزارة المالية اتصالاتكم على صفر اربعة 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 بياخد اول اتصال لليوم ألو ألا معاك أهلا كيف الحال مشكرو ألا أنا بحقيقة من بيروت ايه أهلين عشان عددات الكهرة بعدما بعدما عم بحاسبونا الموالدات على القضين وين ببيروت بالحمرة والا اليوم كمان انا في ستة اتصلت فيه بالحمرة قال لما قالت له لصاحب العدد قال لبيروت مش مشمولة يعني الحمرة مش مشمولة لا كل لبنان مشمول وين فيه موتور مولد كهرباء صاحب المولد مفروض يركب عدد بناءا لطلب اولا المشترك ثانيا لانه هيك القرار كمانا بيقول انا الستة اللي اتصلت فيه اليوم قلت له فيها تعطي اسمه تتشكله وزارة الاقتصاد بيتواصلوا معه وبشوفوا لي ما عم بيركب العدد اوكي على اي رقم عم تطلب عم تطلب على الرقم الرباعي اي نعم غريب ما بيطلع لك الماشين بتقلك شو بدك شو عندك لا ابدا والله عطول بيعتو برن شوي بيعتماشهو اه حتى باللال يعني جرب اليوم باللال لانه هيدا الشغال 24 24 يعني استجلت شكوى باللال بيشوفوها بكرا الصبح يعني على هوا خبرتك بيروت يمطولين اللي يجول عنا ما قضيت مطولين القضية هي انه كل لبنان مفروض وفي مولد كهرباء مفروض انه يلتزموا بالعداد يعني مانا جاي لمنطقة دون اخرى بس انا كمان رح بلغ يعني وزارة الاقتصاد بالموضوع اهلا وسهلا فيك غريب يعني انه يمكن انا بعرف لانه وزارة الاقتصاد ما بتتلقى بس شكاوى المشتركين بموضوع العدادات فقط انما بكل شي بيتعلق بحماية المستهلك يمكن يكون في عندهم ضغط على الخطوط كمان متابعات بمتابعتنا بدي يبلش ببيت الشعار نزلت ميرالكو لما اتصلوا فينا وقالوا لنا عم بتبرك الماء لدرجة انه ما بودت واحد يقطع طريق بالوقت ذاته في حفرة كبيرة عم بتصير فيها ماء كل ما شدت الدنيا بغزارة نحنا اليوم اتصلنا برئيس بلدية بيت الشعار قالنا انه تعالجت ولكن السبب هو انه هيدا منحدر نزلت بالوقت ذاته في حفرة يعني الجورة فيها اصل تسعة انش وموجود على يعني هالنزلة هيدا على حدود المدينة الصناعية لما بينرمى نوفيات من المدينة الصناعية على قليل من هالجها هيدا كلها بتتراكم من هيك لما بركت الماء شايلوا ثلاث كاميونات زبالة واشياء مرمية وهيدا اللي سكرت لأسطر يعني بنسبة رئيس البلدية هلأ تعالجت المفروض ما ينرمز زبالة حتى ما تتجمع مرة تانية وتسكر لأسطر وبالتالي الحمد الله بيقول هو رئيس البلدية أنه مصر فيه أزا كسلامة عمومية لا فاتت ماء على البيوت ولا شيء الحمد الله ولكن هلأ تعالجت ولكن المواطن مش لازم يرمي من نتيجة نحن علينا دور كمان بنتقل لموضوع آخر موضوع الكهرباء في كتير مناطق اللي هلأ بعد ما عندها كهرباء يعني من الجنوب ببشيمون بالسبتية إحنا اليوم توصلنا مع الإعلام بكهرباء لبنان وبعتنا لهم كل الشاكوة الكهرباء اللي وردة عنا عدم تركيب عددات ببشيمون وكذا مطرح يعني فيه قضايا مزمنة فبتمنى يكونوا شفون وبلغوا لأنه كمان في مطارح دباس مع بيركب عددات مع أنه دافعين على العددات يعني في كتير أمور هلأ مأخرة ولكن الأهم ما فين ترك الناس أكتر من أربع تيام متأس صحي يعني صار فيه تسليحات يعني تصير أنه ما يكون عندها كهرباء بيخد اتصال وبكمل من بعض المتابعات أهلا 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 في حدا على الخط بس عم يعتم شوش أهلا موسيو أهلا بونجور بونجور تفضل أهلا تفضل أهلا أهلا بونجور بونجور معكي مواطن من منطقة كسروان أهلا وسهلا فيك شو فيه بكسروان اي بخصوص رونبوان جعيتا اي نعم يا عمي نحنا نحنا عنا محطتنا الأولى هي الام تي في وعطول بتدوء عكي خلص هالرونبوان جعيتا إله سنتين مثل ما هو مش حرام على الشعب كل يوم صايف شتي صايف شتي ذات الشي لا بعد الأشغال ما خلصت اي بعد الأشغال ما خلصت هالرونبوان بعلكم عم بتعملوا البرمي ما هيك اي نعم اي نعم هالبرمي حجر على حجر كل يوم بزيحوا حجر كل يوم بزيحوا حجر بديتشوف شو قضية الالتزام طبعه نعم اي نعم اي نعم عم تعملوا بزيحوا حجر كل يوم اوكي خليني عارف من مصادر مسؤولي للتأخير وبجوابكن كمان اتصال بونجور مادام معك مادام فارس ايه اهلين اهلين نحنا مندفع كنا للاشتراك للكهربا مندفع هذا شهر صلف هلأ هالشهر أبض مننا مع انه بلش العداد يمشي عنا وأبض مننا مش لازم يأبضوا مننا ومش عب يقبض إلا لأبضهم ونحنا خايفين يقبضنا الكهرباء لحظة لحظة ليش مش لازم يأبض من عندكم نحنا نعطيه سلف اه انتو دافعين الشهر مسبق مش مفروض يأخذ منكم ايه رجع أبض مننا هالشهر حكيتوا معو سألتولي احبيني قال لا ونحنا هيك وبنا نمشي هيك مش عجبكم ما يعجبكم المين ساحب المطور اليسر يزق اوكي خليني شوف مرسي كلك اهلا فيك على الحال في اجتماع بكرة بوزاعة الطاقة بين وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والمية لتقييم موضوع المولدات من وقت ما بلش طبعا قرارات تسطر ودرورة تطبيقة وإلزميته وكانوا طالبين أصحاب المطورات إعادة النظر بالتسعيرة لأنه بالنسبة لهم ما عم بتكون على يعني أنجق عم بتكلف المصاريف يعني بتصور بكرة بالتقييم تتوضح كل الأمور بيخد اتصال كمان ألو 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 مرحبا مرحبا نعم آف يعني مشكلة نحن بالكهربا نعم الكهربا منطقة الطرابس اسمها العيرونية نعم هايدي كل بايقتين بيبكت بيجنتير ويجيب يعلو لك ياه وبيلعب بالكهربا ما عم يدل عنا لا بالردات ولا لنب يعني إذا بقلك إذا بتروحي أي نهار بنتهت من بعد الساعة ستة بتشوفي شيء بتقولي كيف عايش الناس لأنه بيكون في بيكون البوست مش عم يحمل بقى يا محملينه زيادة يا ناس معلقة كمان زيادة ما هو كلهم علقين ونزلنا عكريشة قال ما فينا نعمل شيء لول ناس حين سورين فشو زبنا نحنا لننضر بيوتنا وكهربتنا لا هلا مين ما كان يعني اليوم لما بنا نحمل بوست كهربتنا بيوصل لوقت إذا ديجنتير بيبلش يطوق بعدين تحترق لمحطة يعني أي أحسن مفروض هذا هي لا واللي بيروح بيعلي ديجنتير الشخص شو بيعمل لك يعني أصلا مش مفروض حدا يمسك الكهرباء إلا موظف الكهرباء ما هذا هي ونزلنا عكريشة يا عمي طيب ياسك ترؤسلوا وقالت نقطع على العالم كله قال ما فينا لأنه الناس فكرناه وخلعوا قبل هلا يعني كل يوم كل يوم عنا هالمشكل كل يوم هلا بس تجي الشتاء يعني صارين بنكره الكهرباء بنقول يا ناسي دور الاشتراك ما عرحة لقلك شغلة إنه مفروض ينحصم الوضع يعني بدي يكون في جرقة بحصم الموضوع ما فيه الواحد يقول ولا عملنا ورحنا ورجعوا وخربوا ما منوع حدا يخرب اللي بيخرب بدي يخد عقابه لأنه عم بأثر على مصلحة عامة اللي هي الكهرباء قال ليك أنا رح شوف مع كهرباء لبنان شو قضيتها البوست إذا لازم يتغير أو يتكبر أو إذا فيه تعليق كتير مينما كانوا ممكنوا لبنانيين أو أجانب مفروض ما يكون في تعليق بياخد اتصال كمان ألو ألو أهلا مسؤول أنا مع الفيدي رح سالين على هذا وبعلي نظر إيه هلأ صرت معي على الخط تفضل عم بيس معك تفضل إيه بتجي بالتاليين مع مدام ربكة إيه معك ربكة معك تفضل إيه مدام ربكة أهلا فيه الضمان بيجوني عم بيدوقونا كتير يا عم إنه شيء بعدها اللي أكثر منها هيك ما فيه من أي ناحية تأخير بيدفع الفوتير وبيتأخروا والست تشهر وزين يجيب إني دفشوا تتفيش بالعالم كأن إنه العالم كلا شاء إنه بيجيب الدفش كل ساعة ثانية تتمرق ورقة ساعة بدت خطيارية ثمان إنه ليه ما بيغيرونا إيهما بيحطوا اثنان صبايا جداد إنه فروغ أو شباب أو إنه يمشوا العالم يعني بتقف من عبكرة للعشية بيجي دورك إنه كل الساعتين تأقعوا فتورة وبيعطوكي معه بعد ستة شهر بعد ستة شهر بيجيب إيه بيقولوا ليك ما فيجي ما طلعتش الورقة الأب بعد شهر تب هذي اللي عم يخد دوا كده شهر سبعمية ثمانمئة ألف وشهرية ثمانمئة دولار تب كيف بدو هدي بالسنة يعني تايقبط كل ستة شهر تايقبط فتورة ما هي عادي ما هي هايدي يا صديقي مشكلة الدمان مش بس بيجوني بكل مراكز الدمان هايدي المشكلة بدون تأخير ببرش حمود؟ نعم بدون تأخير يعني بس ياخدوا الموعد عم يجوا على الموعد عم يقبضوا دغري 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 بقدم الدواء بقدم الدواء وبعد نصف ساعة ساعة بيقوت ع تاني قوضة بيعطوه كارت بيجي رقمه يعني متل بكي بيجي رقم بالبنك كيف تعلي بالبنك نعم 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 بيجي رقمك بني دوكي بيتقومي بيعطوكي البتورة دغري ولا بدي شوف عفوا بدي شوف شو الوضع لانه دايما بعت انه فيه تأخير بكل المراكز هلأ انا رح اسأل كما بموضوع جوني ليش انه اكيد موظفين او موظفتين ما فيه لانه جوني مركز كتير كبير بدي شوف ليش التأخير الزيادة وبجوابكن اهلا وسهلا فيك فاصل ومنتابع منتابع نتلقى الاتصالات ألو ألو بونجور مادام ريبيكا بونجور عم بحكيك من الدكواني معكي مادام عبود من الدكواني من شرية البلدية اهلا وسهلا ليك يا قلبي نحنا قلنا من بارح ساعة 12 بالليل ما عنا كهرباء ولهلأ بعد ما عنا كهرباء ومتصلين شي متان مرة عشركة الكهرباء والموتار اكتر من هيك ما بدو يدور لنا ايه بقى معقولي انه انه نحنا قلنا من 12 يعني بلا كهرباء وما حدا عم بلبينا وما حدا عم بيقلنا ومعرفته شو السبب لا التأخير بالتصليح اوشي؟ ما بعرف يا حبيبتي صدنا ما التصليم يتان مرة قال ايه منبعد لكم ايه ايه هني مضغطين ايه اوكي رح نبعتهم ايه يلا وصلوا ننزل على الترانس محل المحلوق ما منلاقي حدا بالشركة الكهرباء ما عم نقدروا وبعدين الموتار عنا ما عم بيدوروا لنا ايه يعني افتاق انه عم الشارع كله تقريبا لنزول السلاب مقتوع هلأ فيه موتوريات عم بيلبوا لغير ناس بس نحن الموتار طبعنا قال انه ثلاث اربع بنيات ثلاث اربع بيوت خمس بيوت ما بيدور لنا ايه اننا مساعة 12 بالليل عنا اولاد سقعة طفالة براد يعني بتعرف المشكلة الله يرضى عليكم لا مين الموتار لا مين الموتار بردون لا مين الموتار لا جورج عون انه اذا تمين بنيات بس اذا غير بنيات بتاخد من عنده وعندهم كهرباء ما فيها عشفتش شو هاي المشكلة بس خليني شو المشكلة انه الخط عندنا من المنطقة يعني بالحي عندنا في كذا موتار في موتار لبى الناس يلي مقتوع عندهم الكهرباء لبى هونو ما عندهم مشاكل نحن الموتار اللي اخديم من عنده يلي هو بس كذا مثلا كذا كذا بيت بديك تقولي ونزول على السلاف عطى السلاف من ميلة الموتار التحتاني ونحن الموتار طبعه من هاي الميلة اللي ما في يدوره ايه لانه بكون معلاش كتير ناس اللي والناس جاي عندها كهرباء ناس ما عندها كهرباء يعني بتخربت عند اللي عن نفس الخط وعندهم كهرباء عرفتشو بس نحن كمان بننطالب كهرباء لبنان لانه مش معقولي 24 ساعة و 48 ساعة ناس ما عندها كهرباء لنشوف ليش مش حاطين لترانس او اذا تغيير ترانس بل كيمكن دي جانتار يمكن تكون شغلية بسيطة كتير عرفتي انا رح شوفها لما مع كهرباء لانه كان ينتفع ويشجع ونزل اه الا كان بدي يكون في ضغط على الترانس بدي يكون اي بيكون في ضغط كتير علي معاد يحمل وقف خليني شوف رح يسعل بالموضوع تكرم عينك كمين اتصال الو 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 تفضل ايه معك ريبيكا تفضل شو عندك يلا انا عم بسمعك تفضل مسو عم تسمعيني نعم طيب انا راح دا عم يحكي غيري شو مسو انت عم تسمع التليفزيون عم هيدا روتور انا رح ايها عم بحكي مع حضرتك هلا اسمعني على الاباراي فضل اه لحظة صغيرة لو سمحتي انا عم بحكي بالنسبة لوضع لبنان ايه ولا ممكن انه يتغير هالحكم الا بحكم عسكري اه ونقطة على السطر الاكتب من هيك ما فيه المستحيل انه يتتغير الحكم لبنان الا بحكم عسكري الا الحكم العسكري اللي حتى هو يمشي هالبلد وغير هيك ما رح يصير لانه الحكام ما رح يبشروا ومصوا دم الشعب للي خلقوا انا عمري تقريبا تسعة وسبعين سنة ثمانية سنة ومرتي عمري خمس وستين سنة لا في ضمان لا في بطاقة صحية لا في لا في لا في لاش اذا عندك تيهون يعني بتستفيد منهم وقت اللازم تستفيد منهم ايش هو يعني ما في في ناس عنده ايهم بس للأسف يعني اقلوا هيدا لتصل فيه من شوي انه تروحوا وتعوا وتعوا وروحوا انطر اليوم وتعوا بعد ستة شهور وما عاشوا اثمانمائة دولار وفي طورته ما بعرف قدي اهلا وسهلا فيك لايك وضع لبنان حلو ما بده مرات عسكر بده ارادة بده ناس تحب وطنه واذا كل مواطن يبلش منها التكة يمارس حقه وكل موظف يعمل واج بيته بفتكر الدنيا بألف خير بس للأسف الشديد البلد مش ما في فساد في سرقة على المكشوف في هدر على المكشوف وحتى منوصل لوقت متل كأنه ما منعرف ندير بلد يعني مبارح القمة قداش كنت مهمة هاتلت ايام كتير مهمة على صعيد الوطن ولكن كانت عند البعض نقمة لانه هالي يعقل يتسكر طريق مطار هذا الشي ما صار كانوا بيقدروا اي وفود واصلة عندهم جدولة بيقدروا كل ما قطع وفد رسمي يتوقف السير خمس دايلة يقطع الوفد والناس توصل على المطار مرتاحة هذا الشي اللي صار معيب كأنه اول مرة منستقبل قمة او اول مرة بيكون عندنا حدث وطني مهم بهالدرجة هايدي ما فينا نسكر نسكر طرقات ولا انا نعزل طرقات وقداش في عالم كمان خسرت يومياتها وقداي في عالم مراحت على شغلة وقداي في عالم تراكم عليها امور لانه سكرنا البلد ما بيسير كمان اتصال ألو ألو تفضلي ألو بونجور بونجور مادام ريبكا ايه اهلا بدي اسألك سؤال حياتي بس بدي تجاوبينا ولادنا بيسألونا ليش مادا بتبسوا ايجي تزايل عنا على الكريسة حطى الله الكاس الاربان الاخورة وقابوا وقعدوا عنا ليش وين كان ببيت الله ونحنا اذا فتنا عالجامع عبدالكفور ببيت الله الجامع الشي والكليسي شي ليش عم نفرق بعضا ميسم ومشيحي هيدا اكبر اقللي بلبنان ايميل وماي والكهرباء وزبالج كله بينتحمل حرام انحب بعضنا بفوت انا عالجامع وصلي وفوتوا انتو لعنا على الكليسة وناخد من بعضنا ونحب بعضنا هيدا الصلح حقيقة هيدا الحلو بالعالم يعني كثير عم نفرق بعضنا ميسم ومشيحي وسادور قبل ما كنا نعرف بعضنا نحب من بعضنا ناخد من بعضنا لا في سنة ولا في جيعي نجيل السن شي نجيل اسلام شي نجيل نحلى شي قال لك شغلي كل من عدينه الله بعينه هلأ نحن بهيدا البلد لانه بلد تعايش ونموذج ولانه في اختلاط ليس فقط بالمدارس وبالجمعات وبالعائلات يعني في احترام لديانة الاخر هلأ اللي صار مع سعادة النائب صار يعني يمكن تكبر اكتر ملازم لا اكتر ولا اقل يعني ما كان بده هالقد معك حق ومفروض نقبل الموضوع مثل ما هو خلص بدون تعليق بكون افضل باخد اتلصال اخر الو الو بونجور بونجور وحيتك معك مادام ليلة سقر من كسروان ايه اهلا مادام وبالتحديد نحنا من ساح العلمة ايه اهلا مادام سقر انا بده احكيك بخصوص الستار من الفيول يلي وقع على اوتوستراد ايه للأسف نهار السابت نعم هيدا الاوتوستراد وقت البيوء اعلامة زود في خطر نحنا على اولادنا وعلى حالنا نحنا توفلنا شاب عامل حادث صباح الاحد الصباح شاب تلتة واربعين سنة دربته سيارة وفلت على الاوتوستراد لانه زحتت على ال نعم لانه زحتت هذا اليوم حكيلي عن الموضوع وقالولي مي بيكون يعني انا بس بدي قلك شغلي انه وقت اللي بيوقفه مشان تايحطه زينة نوال او العلم اللبناني على الاوتوستراد بيسكروا الاوتوستراد وبيحولوا على الطريق البحرية حادثة مثل هايدي كلنا كنا بخطر يعني اللي عم بتقوليه مدام مية بالمية صح يعني الله يرحموا للشاب ومعك حق يعني لهذا اللي كنت عم حاول قوله يعني ولو يعني ما منلاقي طرق بديلة تساعد الناس معك حق رح ننتقل لصورة اليوم قالو مزرعة يشوع اليسار شرع المصارف شرع البنوك الكهرباء ساعة عشرة صباحاً بعدها مضواي الطريق وبالبيوت ما فيه كهرباء بالليل يعني برسم المعنيين بعتيكم موعد بكرة دايماً عبر الامتيجي حل عنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة